اشتركوا في القناة اليوم طلاب الفكرة الثانية بعد ما اخذنا بالدرس الفات الفكرة الاولى اللي كانت تحشي الفكرة الأولى شون نكامل الدوال الستة المباشرة والدوال الستة المباشرة حشيناهن وقلنا عليهم الساين والكوساين والسي كان تربيع والكوسي كان تربيع والسي كان تان والكوسي كان كوتان اليوم الفكرة الثانية تحشي على غير شي إذا دال لما كانت تكاملها مباشر خلي نجي نشوف الشون نقدر نكاملها وهي الفكرة الثانية والأخيرة بالدوال الدائرية فهل فكرتين المفروض إحنا أي سؤال بالدوال الدائرية نقدر نحله بالاستفادة من العلاقات اللي أخذناها الفكرة الثانية تقول نكامل الأس نكامل أس الدالة إذن الفكرة الثانية تقول نكامل أس الدالة والشرط هو وجود مشتقد داخل القوس يعني هنا الشرط اليوم هو وجود مشتقد داخل القوس وداخل القوس الدالة كامل عاد هي وزاويتها تقول لي هاي شنو شو زودت علينا الشرط أقول لك طبعا أنت اليوم التكامل راح يصير عندك أبسط هو مجرد اضيف واحد للأس وتقسم على الأس الجديد لذلك شوية زودنا عليك الشرط زيني تقول لي شون نميز بيانات أقول لك عيني بكل بساطة أنت مراح تقدر تجعل الدالة تشوفها تكاملها غير مباشر يعني شنو غير مباشر يعني مو من الدواء للستة اللي أخذناهن زيني هسا مثلا ساين أس ستة كوساين هل هاي من الدواء للستة تقول لي لا أقول لك خلص تروح تحاول بالفكرة الثانية زيني الفكرة الثانية تقول وين الدالة المرفوعة والله إحنا دنشوف حاليا أن الساين هي المرفوعة فأجي أخلي الأس فوق والكوساين أعوفها هنا زيني هسا آني إذا حبيت أكامل أس الساين هاي أس الدالة عندي شرط وحيد هو تحصل لي على مشتقت داخل القوس بره ها عيني ساين نقدر نكامل الأس مالتش قالت بشرط تجيبون مشتقت داخل القوس مالتي زين داخل القوس هي موجودة الساين مشتقتها كوساين لذلك راح أهملها وأروح كامل فيصير سبعة على يمن على سبعة زائد سي إذن هو هذا تكامل الدالة لا تنسى هنا مخليه لك واجب ومغير لك فقط بالأس تان شوف الأس يخرق عندك لولا زين تكامل اللاخ أيضا تان تربيع وسيكن تربيع حرامات مو مباشر لو كانوا تان وسيكن كان قلنا عليهم مباشر بس للأسف فقلت يا ترى ياهي من عد شرا ها اعتبرها الدالة قال أنا بكيفك بس دير بالك لازم مشتقة موجودة فأني قلت للتان الظاهر مشتقتك بصفك قال لشون عرفت قلت له سيكن تربيع مشتقتك يا عيني قال عفية عليك والله زين قلت لأيه لذلك هاني اعتبرتك انت الدالة وراح أكامل الأس مالتك لأن انت محضر مشتقتك عفية عليك انت همين فهاي تكعيب على ثلاثة زائد سي قدرنا نكامل أس الدالة وهنا أيضا منطيق واجب على هاي تمام زين طلاب هنا تقولوا لي أقول لك هنا والله هنه بصراحة متراهمات كوتان وكوسيكن تكعيب يعني جدا متراهمات بس يا ترى أقدر أكامل الكوتان وتلك بصراحة لازم توفر مشتقتك كوسيكن تربيع تقول لي ما شاء الله انت عندك كوسيكن تكعيب هاي الكوسيكن تكعيبك وزيادة الزيادة أنا ما أقدر أطلعها بر التكامل تسألوه ثابت بيها مجال زين خل أروح لعدل الكوسيكن تكعيب أقولها عيني ممكن أكاملش قالت لازم تدبر مشتقتي سالب كوسيكن كوتان قلت لها بس عندنا كوتان قالت أخذ وحدة من عندي عادي أنا قابلة قلت لها والله زين بارك الله بيج عفوا طلعت كوسيكن من عد هنا وبقى منا كوسيكن اكس وحسويها لكل تربيع حتى هي الصير الدالة المرفوعة فأجيت أتأكد بس من مشتقتها الكوسيكن مشتقتها سالب كوسيكن كوتان للأسف ما عندي سالب هنا أخلي سالب وهنا سالب وبهالشكل أنا حصلت على مشتقت داخل القوس راح أهملها وأروح أكامل أس الدالة حيصير تكعيب على ثلاثة تمام زائد أن سي طبعا طلاب ونخلي لكم أيضا واجب هنا يعني حاول تفهم الفكرة وليس السؤال طبعا بالإضافة للسؤال أنت إذا فهمت الفكرة هاي هي بعد تمام زين طلاب نجوياكم على سؤال آخر شرايكم بهذا التكامل تقولون هذا شنو؟ هذا كسر إحنا مو مئة ألف مرة قائلي لك إحنا ما نقدر نكامل الكسر بسهولة جدا عيني نتخلص من الكسر يلا روح صعد لنا الكوساين تربيع فوق كوساين تربيع تفضلي فوق الكوساين خطيئة كانت خايفة قالت منه موجود فوق قلت لها تان قالت هاني والتان مربع تعرف أنا صديقة الساين هسا الوساين فوق والله شن تصعد ما عندي مشكلة فقلت لها أوكي لعد زين راح أجي أحاول ويا التان تان عيني ممكن تروح لغات قال إيه ليش وخرتني لغات قلت لها أريد أشوف واحد على كوساين تربيع منه ينطيني تمام يا علاقة فأجيت هاني واحد على كوساين تربيع وقلت لها إيه أنت علاقة عيني أنت سيكاين تربيع تمام له قالت إيه صحيح هسا آني سويتهن مترابطات وأصدقاء اثنين زين آني هسا هاي أعرفها موتا كامل مباشر لأن ذولي مو من الستة بس أروح للتان قلت لعيني أنت ممكن اعتبرك دالة مرفوعة وأريد كامل لأسمالتك قال لي بشرط اتوفر مشتقتي برة قلت لعيني الحمد لله أنا عندي مشتقتك السيكاين تربيع حياتها موجودة برة قال لي تفضل روح كامل الأسمالت لعب فقلت له أوكي راح تصيرون تربيع على اثنين زائد سي وأيضا مخلي لكم هنا سؤال واجب طلاب زين وننتقل للسؤال آخر طلاب اش رايكم في هذا السؤال تقولون والله هذا هم كسر وإحنا هستونا فهمنا قلنا لك ما أريدك تجيب لنا كسر يا أخي حاولي شوي تلتزم باللي نقول هابا هس راح نتخلص من الكسر بداية الطلاب أشاروا لي منها قالوا لي واحد زائد تان تربيع سيكن تربيع لا تفوتك هاي قلت له لا طبعا ما تفوتني تان تكعيب بالمقام زين هس أجري التان تكعيب أقول لي عيني ممكن تتفضل فوق قال لي منو موجود فوق قلت له سيكن تربيع قال لي لا سيكن تربيع أصعد يمها فوق بس عبالي غير شي قلت ما أصعد أبد زين قلت له لا لا قال لي بشرط وجود مشتقد داخل القوس برا قلت له عيني موجودة برا هيا تسيكن تربيع مشتقدك قال لي هاي هي أهملها وتعال كاملني فراح أروح أكاملة يصير سالب اثنيا على سالب اثنيا زائد سي وطلاب أنتو تعرفون الأس السالب لازم يتحول إلى موجه زين وهذا هم سؤال آخر طبعا بداية أنتو تعرفون أن الجذر نهائي إحنا ما نتعامل ويا فإن حوله إلى أس نص فحولته إلى أس نص ستتحول ساين تربيع إلى اثنيا نكس وقلت له والله يا بصحيح هسه قالوا وهم صار عندنا كسر ممكن نصعد الساين تربيع فوق ساين تربيع ممكن تصعدين فوق قالت بصراحة 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 ما صعد فوق لي أم فوق أكو كوتان واني وياها مو ربع وقلت له زين عيني ممكن هسه نسويش علاقة قالت إي إذا تسووني علاقة وأصعد بغير شكيل ما يخالف فسويت واحد على والكوتان قلت له عيني ممكن نصير منها قال لي شكوا بيها تدللون واحد على ساين تربيع أنا أعرف هاي علاقة فحولتها إلى كوسيكن تربيع الاثنين اكس وهاي كوتان الاثنين اكس هسه صار ربع مثل ما يقولون وحدة ومشتقتها الثانية فقلت للكوتان راح أكامل لأس مالتك قال لي بس دبر لي المشتقة مالتي قلت له زين شيني مشتقت داخل القوس قال لي الكوتان أنا مشتقت سالب كوسيكن تربيع وزاوية مالتي هم اثنين قلت له يعني سالب اثنين ما تقوله من البداية أنا راح أخلي سالب اثنين وأقسم على سالب اثنين هاي السالب اثنين اللي أقسم عليها هنا راح أخليها وأحمل هاي وأروح أكامل الأس سالب واحد على اثنين أكامل الأس يصير ثلاثة على اثنين على ثلاثة على اثنين زائد سي تمام وترجعون شباب الأسس الكسرية الى جذور وتبسطونها طلاب ان شاء الله افتهمتوا واهم ارجعوا اقول لكم رايتكم تدعمون القناة شقد ما تقدرون وان شاء الله بالدرس اللي يجي راح نجي نشرح شوية دوال اخرى للدوال المثلثية بس لا تنسون هنا ذن الفكرتين الاساسيات اللي عندنا فرايتكم تراجعون العلاقات وتراجعون ذن الفكرتين حتى لما ننحل اسئلة ان شاء الله يكون عليكم اسهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته